الفيضانات في السودان تصل أرقاما قياسية لم تشهدها منذ عقود أمر دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة مجلس لمن والدفاع قرر فرض إعلان حالة الطوارئ في أنحاء السودان لمدة ثلاثة أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية فقد تجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام الأرقام القياسية التي رصدت خلال الفترة ما بين العام 1946 وحتى العام 880 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع وأدت هذه الفيضانات إلى تأثر 16 من أصل 18 ولاية في كافة أنحاء البلاد كما تسببت سيول الجارفة في خسائر بشرية فادحة حيث أدت إلى وفاة نحو 100 شخص وإصابة 46 آخرين وفق الإحصاءات الرسمية وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة جراء السيول كما تسببت في انهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل في أنحاء السودان وتشريد سكانها فيما يعيش السودان على وقع اتفاق سلام تاريخي أظهرت مكونات المجتمع قدرة كبيرة من التكافل للحد من آثار السيول معنا من الخرطوم الكاتب والباحث السياسي السيد طلال إسماعيل أهلا بك سيد طلال معنا على سكاينيوز عربية إذن سيد طلال استعرضنا هذه الفيضانات التاريخية ربما تأتي في ظروف مختلفة للسودان ظروف سياسية واقتصادية واليوم إعلان حالة طوارئ لثلاث أشهر ما مدى خطورة الموقف من ناحية السيول والفيضانات نعم أعتقد أن هذه الفيضانات غير مسبوغة خلال المئة عام كما ذكر المزولين في السودان وهذه الفيضانات تحتاج إلى وقفة من سواء الحكومة الانتقالية أو حتى من المنظمات السودانية والمنظمات الإغليمية والدولية باعتبار أن الخطر الآن ماذال ماسلا في الخرطوم وبعض الولايات الأخرى باعتبار أن منسوب النيل الآن يكاد يخترب من الحاجز الـ 18 متر وإذا وصل هذا النيل إلى هذا الحاجز أعتقد أن الخرطوم وبقية المناطق الأخرى ستكون هناك أضرار كبيرة جدا وستأثر كثير من الولايات باعتبار أن الآن كل مجهودات الأهالي والمواطنين السودانيين في ولايات مختلفة هو صد هذه الأمواج العاتية والارتفاع قير المسبوغ لمياه النيل وأعتقد أن الآن الكل بات يترقب اللحظات القادمة اللحظات القلق بكل خوف بكل ترقب لأن أي ارتفاع آخر سيؤدي إلى ما لا يحمد عبا الآن هناك مجهودات تبزل سواء من الحكومة الانتقالية أو من ددارة الدفاع المدني أو من شرطة وكل المكونات المنظمات التطوعية السودانية ولكن الأمر الآن يخرج عن السيطرة مما حزا بالسلطات إلى الآن حالة الطوارئ طيب من ناحية البنية التحتية سيد طرال وأيضا السدود المقامة التي من المفترض أن تحتجز هذه السيول أو الكميات المائية التي تأتي فوق حاجة المكان هل هي موجودة في السودان ما مدى قوة هذه البنية التحتية المساعدات المبزولة من سواء من الدول العربية الدولة الخليجية الآن تأتي للسودان في محاولة لجبر الضرر عن هؤلاء المتضررين من السيول والفيضانات والأمطار وأعتقد أن الحكومة السودانية بإعلان السودان منطقة كوارث طبيعية هي تريد أن تتدعى لها المنظمات الإغليمية والمنظمات الدولية سيد طلال الوضع الآن وضع كارثي في السودان يبدو أنك لم تستمع إلى سؤالي البنية التحتية كيف هي من ناحية السدود والمقامة لماذا لم تستطع حجز هذه الكميات الهائلة من المياه نعم بخصوص السدود هذا أمر الآن يسير الحيرة والدهشة باعتبار أن سد النهضة نحن كنا نتحدث في يوم 21 يوليو حتى 23 يوليو أن هناك نقص في منسوب مياه النيل يغدر بـ 90 مليون متر مكعب هذه فاضة رسمية من وزارة الرئيس السودانية ولكن بعد إسبوعين فقط من هذا الحديث وخروج محطات المياه المغزية لمياه العاصمة السودانية الآن نتحدث عن ارتفاع عالي جدا لمسوب مياه النيل وصلت من منسوب 18 متر وهذا أمر يصير الدهشة والاستغراب ولم نجد حتى الآن إجابات شافية وكافية حول هذا التحول لماذا لم تحجز سد الروسيرس قد حجز المياه بأكثر مما يجب سد النهضة ماذا يحدث الآن هناك هذه كل استفسارات الآن المواطن السوداني في حيرة من أمره لأن ارتفاع المياه بهذا المنسوب هو مسار دهشة ويحتاج إلى إجابات من وزارة الرئيس السودانية وكذلك من الدول الشغيغة سواء أسيوبيا أسيوبيا أعلنت الملأة الأول لصد النهضة ولكن على الرغم من ذلك الآن تجاوز منسوب النيل في السودان أكثر مما ينبغي في السنوات الماضية طيب سيد طلال إلى أي مدى هذا الاختبار يضع الحكومة الحالية المجلس السيادي كل السلطة التي أتت بعد التغيير في السودان إلى أي مدى هذا يضعها في اختبار حقيقي فيما هي قدرتها على العمل نعم الوضع الآن صعب جدا أمام الحكومة الانتغالية وهو اختبار حقيقي لأن هذه أول محنة تواجه هذه الحكومة بشكل جدي خلال الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان الآن كما ذكر التغرير هناك نصف مليون قد تضرروا وفقدنا الأرواح لهم الرحمة أكثر من 99 شخصا توفي أسار الفيضان والأمطار وهناك مفغودين في الحية الشرغي في منطقة السنجة بولاية السنار وسط السودان وهناك الكثير من الأضرار التي لحقت بالمباني وكذلك بالطرق الآن نحن نتحدث لأول مرة انقمار مياه النيل في شوارع الخرطوم الرئيسية وتكاد تصل حتى المباني السيادية مجلس الوزراء أو القصر الرئاسي في الخرطوم أو حتى بعض الوزارات السيادية مثل الوزارة الداخلية الآن تغامل حواجز الترابية وتحاول سلطات الدفاع المدني سحب هذه المياه الكبيرة أعتقد أن الحكومة الانتغالية ينبغي أن تستنفر كل جهود المنظمات الطوعية السودانية كانت هناك مجهودات للشباب خلال الفترات السابقة وأعتقد أنه حان الآن يطلق نداء كبير جدا لهذه المنظمات لغاية المنكوبين وكذلك بإعلان السودان منطقة كوارث طبيعية وأيضا يد العون للدول الصديقة والشغيقة والمنظمات الغليمية والدولية لكي تلحق أهل السودان جراء هذه المحنة التي يواجهونها الآن شكرا لك من الخرطوم الكاتب والباحث السياسي سيد طلال اسماعيل شكرا جزيلا لك